استنفار عسكري وأمني مكثف في شمال سيناء بالقرب من الحدود مع غزة حيث أنهت القوات المسلحة المصرية عمليات إعادة الانتشار والتوجيه لقوات الدعم القادمة من القاهرة انتظارا للتعليمات النهائية بالهجوم والتحرك الفوري نحو الأهداف المحددة وتصفية العناصر الإرهابية الموجودة في مدن رفح والشيخ زهيد والعريش وكانت قوات التدخل السريع تسلمت مهامها الجديدة لتأمين سيناء بالتنسيق والتعاون مع عناصر الجيش الثاني الميداني وقوات حرس الحدود وذلك في الوقت الذي نجحت فيه القوات المسلحة في قتل عشرة مسلحين متطرفين واعتقال ثمانية وعشرين آخرين وتدمير ثلاثة مخازن للذخيرة في مدينة الشيخ زهيد مصادر أمنية المصرية أكدت أن عملية الاعتداء على القوات المصرية في سيناء مؤخرا شاركت فيها عناصر أجنبية الخطة الأمنية التي أعدتها السلطات المصرية لتثبيت الأمن في سيناء بدأت مراحلها الأولى رسميا أمس بإقامة منطقة عازلة على امتداد الحدود مع قطاع غزة والتي يبلغ طولها أكثر من ثلاثة عشر كيلو مترا وبعرض خمسمائة متر وطلبت السلطات المحلية أهالي المنطقة القاطنين بالقرب من الشريط الحدودي بإخلاء منازلهم التي قدرت بنحو سبعمائة منزل على أن يتم تعوضهم فورا ونقلهم إلى مساكن بديلة ياسر محمد علي العربية